موسيقى بيبدأ الفيلم بألاف سنين قبل وقتنا الحاضر وكان فيه ملكة ساحرة شريرة بتقتل أي حد بيحاول يضمر مملكتها فقررت تستخدم السحر اللسود وعملت لعنة على كل أعداءها وبسبب اللعنة دي كل أعداءها بيموتوا بطرق بشعة قبل ما يتموا سن الأربعين وعلى مر الأجيال اتنقلت اللعنة من جيل لجيل في نسل الأعداء والحل الوحيد عشان يخلصوا من اللعنة دي عنصرين اتنين كرة التنين والعظم السماوي وانهم لازم يجمعوا بين العنصرين عشان يقدروا يبطلوا مفاول اللعنة وفعلا على مر السنين قدروا يلاقوا العظم السماوي وقرروا يورسوا البعض جيل بعد جيل لكن للأسف لحد الوقت الحاضر محدش قدر يوصل لكرة التنين واللعنة استمرت فيهم ونيجي في الوقت الحاضر لدي اللي ورس العظم السماوي من أجداده واللي يكون مقرر انه يدور على كرة التنين ويبطل مفاول اللعنة وكان معاه صديقه البروفيسير صن واللي كان خبير وبيحاول يفك شفرة الخريطة اللي منقوش على العظم السماوي واللي هتقدر توصلهم لمكان كرة التنين وفعلا قدر يفك الشفرة ويعرفوا ان مكان كرة التنين موجود على قمة جبل اسمه جبل التنين وبدأوا يدوروا على مكان الجبل التنين بمساعدة واحدة اسمها تشارلي واللي قدر تعرف لهم المكان السري للجبل من عشير قديمة معهم خريطة بمكان الجبل وعلى طول دي يجمع فريق واللي بيكون برضو متصابين باللعنة واسمهم طاي ولوك وواحدة اسمها لينك وبيسافروا كلهم لحد ما وصلوا لمكان بعيد في ريف تحت جبل التنين وهناك يقبلوا واحدة بتعمل معهم واجب الضيافة وهتخليهم يقضوا الليلة معاهم ودي بيسألها ان هو عايز يشوف مدخل الجبل قبل اي حاجة فتقوله ان في ممر بيوصل للجبل لكنه شاك وخطير جدا وانهم لازم يستريحوا من سفارهم وبكرة بنتها كونج هدلهم على طريق الممر وفعلا يقضوا الليلة وبالليل وهم قاعدين الفريق يشوف فرشات مضيئة وبيفضلوا يلعبوا معها من كتر جمالها ولما يحاول قايا يمسك واحدة من الحشرات تولع وتحرق ايديه فتقولهم كونج ان الفرشات دي مش زي كل الفرشات وانها اول ما بتلمس اي جسم غريب غير النباتات بتولع وبتتحرق ودي بيكون وسيلة الدفاع بتاعتهم من اي هجوم بتتعرض لي وساعتها كونج بتمسك مالكة الفرشات وبتحبسها جوه ازازة وبتقولهم ان الفرشات بتمشي في اسراب وراء ريحة المالكة وكده هم هتشتتو طول ما انا حبساها ولما تفتح الازازة بترجع الفرشات تتجمع وتمشي وراء المالكة وتاني يوم الصبح بيبدأوا يتحركوا لحد ما يوصلوا للبحيرة كبيرة وبتقولهم كونج ان في نهاية البحيرة هيلقوا المدخل لجبل التنين وبتوضحهم كلهم وبتحذرهم انهم هيقابلوا كاينات ووحوش اول مرة يشوفوها فيوضحها الفريق ويمشوا وبعد وقت طويل بيوصلوا الكهف واللي بيكون المدخل لجبل التنين ويتفاجئوا كلهم ان كاي حبس في ازازة ملكة الحشرات لانها عجبته في الوقت ده بيشوف لك سمكة في المية شكلها غريب ولما ينزل ايديه في المية عشان يمسكها بتهجم السمكة على ايده وبتجرحه وينزل دم منه في المية وهنا مجموعة من السمكة البرانة تشم ريحة الدم ويتهجم عليهم بشراسة والفريق كله بيحاول يدفع عن نفسه ويقتل فيهم لكن عددهم كبير جدا وهنا كاي بيفكوا توازنه ويقع في المية وعلى طول السمك قرر ان كاي يكون فرسته ويهجم عليه وكاي يخاف اول ما يشوفهم ويلحب في اخر لحظة انه يمسك في المركب وفريقه يطلعوا بسرعة من المية وكملوا طريقهم جوه الكهف وخافوا لما شافوا في سقف الكهف جسس للبشر متعلقين ومتحنطين واللي بدأت تقع في النهر وعليهم اول ما عدوا من تحتيها ويخافوا اكتر اول ما يشوف مخلوقات شبه الديدان بتخرج من جوه الجسس وبتهجم عليهم بطريقة وحشية ومخيفة جدا والفريق بيحاول يدفع عن نفسه لكن الاسلحة التقليدية مش فعالة معهم فيكرروا يستخدموا سلاح النبال ويولعوا فيهم ويقدروا يخلصوا عليهم لكن بتظهر مجموعة تانية اكبر من المجموعة الاولى وبتهجم عليهم فيكرر دي انه يرمي كنبيلة عليهم وشارلي تطلع الرمح وتسيب كنبيلة بسهم مشتعل ويحصل انفجار كبير يقضي على كل المخلوقات لكن بسبب الانفجار مركب منهم بتتكسر وكل اللي فيها بيقع في المياه وللأسف يفترق عن بعض وكل مجموعة تدخل في كهف غير التاني والمركب السليمة يخرجوا من الكهف ويقعوا من فوق شلال كبير لكن محصلش ليهم حاجة ويطلعهم المياه سلام ويكرروا يكملوا طرقهم ويحاولوا يعرفوا هم فين في نفس الوقت الفريق اللي ويع في المياه بيقدر يخرج من الكهف من طريق تاني وبيشوف قوانع ملاقة فيها عظام بشرية والمكان كله فيه ريحة الموت فيحاول البروفيسير ساند يتواصل مع باقي فريق دي باللاسلكي وللأسف يلاقوا جهاز اللاسلكي متعطل بسبب المياه فيكرروا يكملوا الطريق على امل انهم يلاقوهم في الناحية التانية دي يشوف اثار وحش عملاق على الارض ولسه بيقولهم لازم نتحرك بسرعة يتفاجأوا بصوت مخيف من وراهم ولما يبصوا بيلقوا سحلية عملاقة وبتيجي معليهم بسرعة رهيبة وكل واحد جري في طريق فتكمل السحلية مطاردة ورا شيرلي اللي بتحاول تهرب منها وقدرت في اخر اللحظة تدخل جوا شجرة عملاقة وتدرب عليها بالسهام اللي واضح انها ما بتأثرش في السحلية بسبب جلدها وجسمها المضرة فايجي دي يحمي شارلي وينط على ظهر السحلية وبيحاول يطعنها بالسيف اللي معاه وبرضه مفيش فايدة فيطلب من شارلي انها تهرب وفعلا عملت كده في الوقت ده السحلية ترمي دي بعيدة على الارض وهجمت عليه وبتحاول تاكله ونروح للفريق التاني وبنشوف سحلية بتهجم عليهم وبتطردهم في كل مكان وخلاص هتاكل البروفيسير شارلي تقابلهم وتدرب السحلية بالسهم في عينها وبتنقذ البروفيسير والسحلية تغضب وتجري وراها وساعتها تشوف دي قدامها وكان بيهرب من السحلية وبحركة زكية منهم يخلوا السحليتين يخبطوا في بعض بكل قوة وينتهزوا الفرصة والفريقين يتجمعوا من تاني والبروفيسير يقول لهم ان السحالي نظرهم ضعيف لكن عندهم حاس تسمع قوية لكن ما يلحقش يكمل كلامه وبيبدأوا يهربوا اول ما يشوفوا السحليتين بيتردوهم من تاني ويقفوا اول ما يلقوا منحضر جبل قدامهم وبيقرروا ينطوا لما هيموتوا وفدلوا يتخبطوا من كل السخور لحد ما وصلوا لنهاية المنحضر ومحدش إصابة خطيرة تفتكر يا معلم انهم هيربوا من السحالي؟ لا يا صاحبي لانهم لقوا نفسهم في وقر السحالي وحواطوهم من كل مكان وعرفوا انها نهايتهم ومن حظهم يحصل رعد وبرق في السماء والسحالي تخاف وما تتحركش فيقول لهم دي ان هما لازم يستغلوا الفرصة ويتحركوا على طول ويهربوا لان السحالي مش هتسمع خطوات الرجلية من وقت البرق وبسرعة كلهم يجروا لكن البروفيسير يشوف جزيرة في مكان عالي وقال لهم ان ده اقمن مكان يستخبوا فيه وكلهم اتحركوا في اتجاه الجزيرة لكن يتفاجئوا بعدد كبير من السحالي نايمة قدامهم ومن سوق حظهم الرعد والبرق بيقف وساعتها تحس بيهم السحالي وتهجم عليهم وشارلي تحاول تشتتهم وتضربهم بالسهام لحد ما دي يحضر لهم فخ وتجري منهم ناحية دي والمنحضر وتنط وده يمسكها ومعظم السحالي تقع من فوق المنحضر لان نظرهم ضعيف واللي تلحق نفسها بيخبط فيها بقية السحالي وبطوقة كل الفريق كمل جري من باقي السحالي للفضلين ولما وصلوا عند الجزيرة بيشوفوا جزع شجرة عملاق بيوصل للجزيرة فيطلع عليه بسرعة وبرضو السحالي بتطريدهم لكن دي ياخد باله ان جزع الشجرة بيتكسر بسبب وزن السحالي فيقول لباقي فريقه ان هم يكملوا طلوع للجزيرة وفدل يكسر الجزع بالسيف لحد في اخر لحظة قدر يكسر الجزع ويجري وينط ويمسك في حفة الجزيرة وكل السحالي بتقع ويتموت ولما طلع يبصوا كلهم على الجزيرة يلاقوها جميلة وخلابة ويتصدموا لما عرفوا انها طايرة في الهوى بدون اي جاذبية فيكرروا يقدوا الليلة فيها ويستريحوا ويكملوا طريقهم تاني يوم وبالليل معظم الفريق لما يشوف بحيرة جميلة قدامهم ينزلوا فيها يعوموا والبروفيسير بيقول لدي ليه ما يتقبلوش مصرهم ويرجعوا بيوتهم ويعيشوا باقي الايام اللي فضلة ليهم بسعادة احسن من كل المخاطر دي وحد يموت فينا لكن دي بيرفود ويقولوا انهم لو لقوا كرة التنين هيعيشوا عمر اطول وهيشوف احفاد احفادهم احسن ما يموتوا في سن الاربعين وكملوا وقالوا كده كده هيكملوا المهمة وما تفتحش معايا الموضوع ده تاني والليل هتعدي وتاني يوم الصبح يصحى الفريق كله وبيستعدوا انهم هيكملوا رحلتهم ويمشوا بين حقول الزهور ولما يخلصوها يدخلوا مكان مظلم مليان توابيد بعداد كبيرة جدا وقبل ما يتحركوا يطلع وراهم مخلوق مخيف وعملاء واللي بيكون سلطان بحر عملاء والبروفيسير سن بيقول لدي ان السلطان مش بيحس بالقلم لانه ما عندهوش جهاز عصبي وانه لو اتجرح او اتصاب بيرجع ينزل المية ويعالج نفسه وهيرجع يهجم عليهم من تاني وانهم لازم يخلصوا عليه ببرا المية وساعتها كل الفريق يهجم عليه في وقت واحد وكل واحد فيهم بيستخدم سلاحه ويحاولوا يقتلوه لكن الوحش بسبب غضاريفه المضرعة مفيش سلاح بيقصر فيه فيحاولوا يعجزوه بالاحبال عشان ما يتحركش ومفيش فايدة وبيجر الوحش ورا لينك اللي بتحاول تهرب منه وبتطلع فوق التوابيد لكن الوحش بيكسر كل التوابيد وبتقى لينك مسافة كبيرة من عليها ومن حظها كي يلحقها ويمسكها في اخر اللحظة فيهجم عليهم الوحش ويدربهم ويرميهم بعيد وخلاص هيخلص عليهم باقي الفريق يحاول شدة الوحش ويبعدوه معاهم وبيكون عمين فخليه بالحبل وبقنابل بتنفجر وتوقع العواميد عليه ويتصاب السلطان بجروح كبيرة فيحاول الوحش يرجع المياه تاني عشان يعالج نفسه لكن دي ينطه ورا في المياه وعايز يستخل الفرصة انه مصاب وعايز يقتله ويتعلق بالوحش تحت المياه ويتجيله فكرة اول ما يشوفت مجموعة من سمك البرانا ويجرح نفسه والدمه بينتشر في المياه كلها عشان يقدر يجزب سمك البرانا على الوحش وفعلا الاسماك اول ما تشم المياه بتهجم على الوحش وبتخلص عليه وباقي الاسماك بتهجم على دي اللي بيلحق باقي فريقه ويخرجه في اخر لحظة لكن يتسدمه لما لينك فجأة تقع ويتفاجأ انها مصابة بجرح كبير وقبل ما تموت بتقول لكاي انه ما يزعلش عليها ويتكمل حياته من غيرها وعشان يعمل كده لازم يكملوا الرحلة ويوصلوا لكرة التنين ويتخلصوا من لعنة وللأسف تموت وقاي بيكون حزين جدا عليها فيكرروا يحطوها في تابوت وبيوضعها كلهم وساعتها البروفيسير بيقولهم كيفية كده لاما هنموت كلنا قبل ما نوصل لكرة التنين وبيحاول يقنحهم انهما يرجعوا ويعيشوا باقي ايامهم ويتقبلوا الامر الواقع لكن دي يرفض وبيقول للفريق انهما لازم يكملوا رحلتهم وإلا لينك هتكون ماتت بدون فايدة وكل فريق يقرر انه يكمل الرحلة معدي أما البروفيسير صان يقرر انه ما يكملش معهم الرحلة وهو حزين وزعلان ويرجع ويركب تابوت ويوضعهم وساعتها باقي الفريق يكمل الرحلة ويطلعوا على التوابيت لحد ما يوصلوا لقمة الجبل ويلقوا قدامهم معبد واستحديقة كبيرة والصحب حواليهم في كل مكان والمنظر بيكون جميل جدا ولما يدخلوا جوا المعبد بيلقوا تمثال ضخم وماسك في ايده كرة التنين تفتكر يا صديق انهما هيخدوها بسهولة لا يا معلم بيخرج عليهم من التوابيت مجموعة كبيرة من العقارب العملاقة وبتحصرهم من كل مكان وما فيش مكان للهروب فيقرر الفريق انه يحارب الاخر نفس ويدافع عن روحه بالاسلحة اللي معاهم ويدربوا فوقه تحت وشماله يمين وشارلي بسهام تضرب فيهم وده بيستغل الفرصة وبيجر في اتجاه كرة التنين وياخدها وفجأة كل الاجراص تضرب حواليهم كل العقارب تخاف وتهرب وكأنها حسد بحاجة والدنيا كلها تضلم من حواليهم وزلزال يحصل تحت رجلهم وفجأة بيطلع من التمثال تعبان عملاق جدا ومخيف وده بيكون حارس كرة التنين وان السحارة الشريرة سبيته بيحمي كرة التنين وعلى مر الاجيال فيدل يكبر لحد ما بقى بالحجم العملاق وكان خامل كل السنين دي والفريق كله يخاف وده يقول لهم يهربوا بسرعة لكن ما يعرفوش لان التعبان سريع جدا وبيمنحهم انهم يهربوا فيقرروا انهم يواجهوا التعبان ويقتلوه لكنهم يكتشف انه هو قوي جدا يوقع قايع على الارض وتقع على الازازة اللي فيها ملكة الحشرات وبتكسر وساعتها تطلع راحتها وبتوصل لبقى الحشرات فيتحركوا في مجموعات في اتجاه ملكة الحشرات ويعدوا بكل الطريق اللي مر بيه الفريق وده اول ما يشوفهم يستغل الفرصة ويجر يمسك الازازة اللي فيها ملكة الحشرات ويجر على التعبان وقرر يسيب الحشرات تكمل المهمة وتحرق التعبان لكن التعبان يمنع دي والازازة تطير وتقعت الكسر على الارض والملكة تتحرر وتبعت بعيد وكل امانهم اتدمرت والخطة بازت لكن يظهر فاكة البروفيسير ويمسكها بإيديه كل الحشرات وراه وقرر يضحب نفسه ويخلي التعبان يبلعه وهو مولع وكمان باقي الحشرات تدخل في بق التعبان ورا الملكة وفعلا الخطة نجحت والتعبان يصرخ وبدأ يولع من كل مكان في جسمه وفدل يكسر في المعبد والمعبد بينهار وعلى طول الفريق بيتحرك بسرعة عشان يهرب وينط من فوق الجبل في المية قبل ما الجبل ينهار عليهم وبكده بينقذ نفسيهم ويرجعوا تاني لبلدهم وهم زعلانين على أصحابهم اللي خسروهم وده بيجمع العظم السماوي مع كرة التنين فيبدأ الكلام المكتوب على العظم السماوي ينور وكرة التنين تتير ويتحدوا مع بعض وكلهم يتفاجئوا ان اللعنة لسه موجودة وان الحجر بيرسم ليهم خريطة لمكان جديد في عناصر تانية يجمعوها وهتساعدهم ان هم يتخلصوا من اللعنة ومن هنا هيبدأوا مغامرة جديدة في الجزء التاني يا صديقي وكده يخلص فيلمنا ولو عجبك الفيلم اخبطني اللايك واشترك في القناة يوصل لك كل ملخصاتنا جديدة وسلام يا صاحبي